نروح للسيدات كان ايضا عندهم مباراة مهمة مع سموحة هذا الاسبوع والحمد لله فزنا بفارق كبير الحمد لله في هذه المباراة 94-78 هو ده كان الفارق وده طبعا كان في الجولة الستة وبيضرب نادي سموحة طبعا المدير الفني القدير الرأي اعماد محمود وبالمناسبة دول او سموحة اخذ تاني العرب فانت النهاردة لما كسبت سبورتينج بطل افريقيا وكسبت نادي سموحة المحترم وصيف العرب يبقى باللسكور ده لا انت كده تقدر او تشجع اي متخص قرار في نادي الاهلي ان يقول الفرقة دي لازم تروح افريقيا وعربية ما هي بصه هي اللوجيك انت بتقول بما ان فان الفرقة دي كسبت بطل افريقيا لو نادي سبورتينج بعد ما راجع من افريقيا وكسبته قبل ما يسافر ادي واحد مع كل الاحترام طبعا نادي سبورتينج انا بكلم على الفنيات هنروح لنا حتى نادي الاسموحة وصيف العرب انه نهاردة بتكسبه اربعة وتسعين 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 فرقة سنتاشر نقطة اذا الدنيا كويسة في غياب بعض اللاعبات يعني فيه لعبة او لعبات غيبين عن الفريق وانقول لكم مين هم طيب بالنتيجة دي النادي الاهلي او فريق السيدات تصدر الترتيب برصيد 12 نقطة من فوز من 6 مباريات زي ما قلت لحضراتكم الموتش اللي جايبه زي ما الرجال عنده اللي تحاس كان داري الجمعة السيدات عندهم سبورتينج يوم السبت المباريتين عندنا طب ليه عندنا في الاول عشان الاثنين رجال وسيدات حامل لقب المرتبط فالاول هو اللي يعني بيلعب على ملعبه الاول المباراة تكون يوم السبت ان شاء الله فيه صالة الشهداء بمقر النادي الاهلي بالجزيرة وطبعا احنا حتى الان كل البطولات اللي مشاركين فيها كسيدات فوزنا عليها فوزنا بيها يعني دور المرتبط بطول قاهرة وايضا كأس السوبر ولكن طبعا فيه غيابات هتحصل للفترة اللي جاية فيه هالة شعراوي مش هتكون موجودة مع الفرق الفترة اللي جاية وايضا نور علي طلعت مش هتبقى موجودة يعني عندنا غيابات اتنين من اعمدة الفريق في مركز السنتر او اللعيب الارتكاز هيغيبوا طب هل ان الفرقة تستطيع ان تستوعب هذا الغياب ايوه تقدر تقدر انها تستوعب هذا الغياب لان الاسكواد كبير ما شاء الله وما فيش اكتر من احنا لعدنا سبورتينج في نهاء المرتبط المباريتين من غير لعبة او محترفة المباريتين فمعنى كده ان انت الحمد لله عندك سكواد جيد وده اللي لعب عليك ابتن طريق خيري يتبقى ان شاء الله التوفيق ثم التوفيق ثم التوفيق تتعمل عليك بتشتغل بتعمل روح كويسة ويتبقى التوفيق كل التوفيق طبعا للفريق في مباراته القادمة امام سبورتينج حتى نؤكد صدراتنا للدوري او دوري السوبر سيدان